اشتركوا في القناة وموعد صلاة الفجر وموعد صلاة العشاء أو الفجر والعشاء وصعوبة العلامات هذه التي تختفي في شمال أوروبا وكيفية التقدير هذا الأمر الموضوع معقل ليس بالأمر السهل لكن الحمد لله استفدنا منه أشياء كثيرة سوف إن شاء الله تخدم في تصحيح بعض الجداء والمواقع والصلاة الآن أنا من أن أطيل عليكم موضوع كبير جدا الذي أريد أن أسأله منكم يا أهل الخير أنا لاحظته وكذلك عديلي الحبيب الأخ طارق هو معي الآن يقود السيارة هذا هو سلم عليكم نحن دائما كنا نلاحظ أنه عند دخول الفجر الصادق ليس الفجر الكاذب تبدأ العصافير بالزقزقة الشحارير والعصافير عرسها يبدأ في عند باللحظة بالثانية عند دخول الفجر الصادق فأنا أحببت منكم يا أهل الود يا أهل المعرفة إن كان لديكم ابطلاع على هذا الأمر إن كنتم أيضا لاحظتم هذه الملاحظة بالنسبة للعصافير والطيور أنها تبدأ تسبيحها تبدأ تسبيحها لله في لحظة دخول الفجر الصادق كيف الله سبحانه وتعالى لأن الطيور والحيوانات عندها أشياء ليس نعملكها نحن البشر افتقدناها فلعل ذلك ممكن أن نستفيد منه في الاستئناس بمواعيد الفجر حين نحن نضطر إلى تقديره تقديرا في هذه البلاد في فترة طويلة من السنة حين تختفي علامات الفجر وعلامات الشفق علامات يعني العشاء في فترة طويلة من شهر أبريل إلى شهر أغسطس في كل عام فلعلنا نستأنس بها وخصنا رمضان على الأبواب وسوف نضطر إلى تقدير موعد الإمساك تقديرا لغياب العلامات فمن منكم لاحظ هذه الملاحظة فليدونها لي أو ليسجل لي عندما يخرجوا لصلاة الفجر هل يسمعوا بالضبط زقزقة العصافير والطيور والشحارير في تلك اللحظة حتى نستفيد من ذلك إزاكم الله خيرا وبرك بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته